في المعاملة مع الملحدين ألا ينبقي أن يكون هناك مفاصلة مع الملحدين مثلا لتقليل من انتشار أفكارهم في المجتمع مثلا يعني المقاطعة طبعا ليست حلا يعني هذا عنده أسئلة هو ما يحمل سلاح طيف ولا يحمل مخدرات هو عنده أسئلة فبالعكس نحن حينما مثلا نصم آذاننا تجاه هؤلاء كأنه نعطيهم الحجة أكثر أنه يعني هم عندهم ما لا نستطيع أن نجيب عنه لا القرآن الكريم يا أخي واضح القرآن الكريم يقول مثلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لما يقول قل هاتوا برهانكم هذا طلب لغير المؤمنين طيب ماذا تعني كلمة ما هي لوازم هذا الطلب لما يقول قل هاتوا برهانكم يعني نحن نسمع ولا نسمع نعم النقاش نسمع وذلك أحسن وذلك القرآن قال في آية أخرى وجادلهم بالنتهي أحسن جادل من؟ اللي معك ولا المخالفين لك المخالفين لك طيب وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ حتى أهل الكتاب قال وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْتِيَ إِلَّا بِالْتِيَاسِ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة